السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلب والطالبات صف الاول السنوي النهاردة هنتكلم في حضارة فينقيا ايه مميزاتها ايه كل حاجة عنها وهسيب لكم الاسئلة الهمة اللي بتيجي في الامتحانات سؤال باجابة على موقع اجيال اندلوس او تطبيق اجيال اندلوس ان شاء الله هيكون اسفل الفيديو او على متجر بلاي باسم اجيال اندلوس ايه مميزات بلاد الشام يا جمال او سوريا ليه لعبت دور كبير جدا في ناقل الحضارة بسبب طبعا موقعها جغراف المتميز مهد الديانات السماوية الديانة اليهودية والمسيحية وكان لها دور كبير جدا في ناشر الدين اسلامي طبعا الحضارات كتير جدا قامت في بلاد الشام منها الارامية ومنها العمورية ومنها الفينوكية اللي موضع دراستنا النهاردة زي ما انتم شايفينها كده في الخريطة قدامكم الفينوكية هي طبعا وصلة ما بين او صلة ما بين افريقيا واسيا واوروبا عشان كده هي دور الوسيل يعني ايه في ناقل؟ تما ديجي ندور كده يعني كلمة في ناقل يعني كانعانيون تمان هم كانعانيون اول من استقروا عشرين الساحل السورية سواء فلسطين ولبنان كلمة في ناقل يعني الارض الحمراء اللون خدوها من كلمة فينيكس مين اللي اطلقوا عليهم هم الاغريق يعني الشعب الاحمر لاني كنا بيطلعهم سبغة حمراء من الحيانات البحرية وكانوا بيسموها المنسوكات الارجوانية الموضع الفينوكية طبعا اهمها مدينة صيدة عندنا صيدة وصور وجبيل وأغريد صيدة دي زعيمة هي اللي احتلت الزعامة كلها اما صور احيطت بصورة عظيمة عشان كنا سموها صور لانها احيطت بصورة عظيمة واكتسمت مدينة مناعة كبيرة جدا ضد الغزاة وكانت هي الزعيمة التانية اللي تولد الزعامة بعدها صير اما جبيل كان لها دور كبير جدا مع مصر وتجي بترفي الامتحانات عسرة بها على تماثيل مصرية وحجار عليها اسمها الفراعنة وكان فيها ابجد اللي هو اقدم ابجدية في الوطن العربي اما اغريد او رأس الشمراء باللزقية اغريث دي كان لها شهرة كبيرة جدا في العمارة والفن وكانت دايما بتمتلق بالبضائع من كل الجهات في العالم ليه الفنوكين اولاد اتجهوا للبحر عشان هم على ساحل ضيق وفي نفس الوقت كانوا بيزعوا الى الرزق وجود الاخشاب عن طريق الجابات اللي كانت موجودة اشهر اشجرهم اللي هو خشب الارز وعندهم تعريج ادى الى اهتمامهم بالمواني والصيد المدينة الخارجية اللي هي من اشهر مستوطناتهم هي قرطاجة دي اساسها الفنوكيين زمان في مدينة تونس طبعا كرطاجة اساس التقدم والازدهار وكانت بتنافس المدن الفنوكية كلها في التجارة والنشاط البحري طب حياتهم السياسية هل استطاع الفنوكيون تشكيل واحدة سياسية لم يستطيعوا وكان كل منهم لها مصالحة ذاتية وكانوا بيفضلوا ايه الامان والاستقرار السياسي وكان اهم حاجة التنافس اللي كان سيئت بينه وبنبع خل بك ركزوا لا كانت مستقلة عن بعضها لبعض المدن الفنوكية الشرقية دي نظام الحكم كان عندهم نظام غريب شوية الحاكم او الملك كان هو الرئيس واللي بيحكم بالوراثة وسلطته بس مقيدة بتلت حاجات مجلس الشيوخ ده هيئة المشرعين مجلس النواب الاغنياء الكهنة هما رجال الدي مدينة كارتاجة من اشهر المدن اللي طبقت النظام الجمهوري وركز بتيجي في الامتحان اختياري فضلت على النظام ده الى ان تم السكوط على يد الرومان الملوك بقى في فنوكيا كان لهما سلطة مقيدة زي ما قلنا به ثلاث مناصب شيوخ ونواب وكهنة في القرن السلس قبل الميلاد زمان الملك نبغز ناصر الثاني زمان حاول لو يحتل فنوكيا لكن مقدرش بسبب الاسلام المانعة ثم اتى من بعدها الاسكندر الاكبر وحدة لها وبعد كده بتلك كورون خضعت المدن فكال الرومان وبعدها دخلها الاسلام مفتحة التواصل السياسي بيننا وبينهم والعسكري كان لهم تواصل كبير جدا اللي احنا كنا واخدين فنوكيا كخاطة دفاع اول وعملنا فالقلاع والحصون وكان من اشهر الملوك اللي اشتركوا مع الفنوكيين في حروف زي معركة مجدو تحطمس الثالث وده الدليل اللي كان فيه علاقة بيننا وبينهم وبدأ شوية شوية الملك اخناتوني ركز على الدعوة الدينية وكان يدوب حدوده كانت محدودة لانه كان دائما كل دعواته دينية اما الملك المشهور بقى في الاسرة التاسعة اللي عزز نفوذنا في سوريا هو الملك رامسيس التاني وبعد المعادة اللي عملناها مع الحيسيين اللي هي معادة السلام مشهورة جدا اول معادة السلام في التاريخ بدأ يبقى فيه صلة بيننا وبين مصر روفينوكيا علاقة وجاناها جانبا الحلق الصادية اشهر ما اهتموا بالزراعة عشان عندهم زراعة وستطاعوا يحولوا سفوح الجبال الى مصاطب صالحة للزراعة كانوا بزراعه دايما النخيل العنب الزيتون الرومان اللي جابوه من شمال افريقيا وبدأ يدخلوا للحاجات اللي كلها الى شمال افريقيا وبدأ يربوا الحيوانات كالابقار وغيرها بس اشهر اشتغالها عندهم كان اشتغاله بالصيد الصناعة كتيرة اولاد اهم صناعة تركزوا عليها صناعة السياب المزخرفة اللي كانت من القواقع اللي كانوا بيعيشوا بتجيبوها من البحر ويحولوها الى الوان حمراء وكانوا عندهم صناعة كتيرة صناعة الفخار صناعة المعدنية الزجاجية اللي خدوها من مصر وصناعة الغزل والنسيج والكلام ده كله حتى كانوا من اشهر المعادن اللي هو النحاس والبرونز التجارة عندهم نهضت ودول اول الشعوب البحرية في العالم على تجارة البحر وكانت هي التجارة هي المورد الاساسة عند الفنوكيين وشواء شواء بدأ يستفاد منهم سكان المدن الفنوكية بدأوا يستفادهم في النقل والتجارة عن طريق مصر وبلد الشام وبلد اليونان وبدأوا ينقلوا البضائع عن طريق نقلين معينين نقل بري اللي هو كانت مخصص فيها المدن الداخلية وكانت قوافل كلها بتحتكر الكلام ده كله ونقل بحري كانت المدن الساحلية ومن اشهر المدن قلناها اللي هي قارتاجة اللي كانت مارسة حربي وفي نفس الوقت مارسة داخلي الصدرات اللي كانوا بصدروها خشب عشان عندهم الغابات معادن كان عندهم الغابات كتير جدا اما الاصباق اشهر صبغة للارجوانية المشهورة عندهم وصناعة المنسوجات المعابر اللي كانوا بيروحوا بها لجميع الدول العالم تلت معابر مشهورين المعابر عن طريق تواصل بين اسيا طريق بجزيرة سيناء البحر الأحمر البحر المتواصل حتى كان دائما لك الفنقين احتلوا رأس المسلس الحضري المسلس الحضري ده اللي هو اضلعه الأيمن بلاد العراق والأيصر بلاد النيل والقاعدة الشبجزيرة العربية المسلس ده طبعا خرج منه الحضرات كلها طب التواصل الاقتصادي بيننا وبينهم كان كبير كان أيام خشب الأرض لما الملك سينفرو كان بعت أسطول أربعين سفينة لإحضار خشب الأرض موجودة على حجر بليرمو وبدأت العلاقات التجارات زيد في الدولة الحديثة إلى أن أتى نخاو في العاصر المتأخر في الدولة الفنقية لما استعان بيها بالدوران حول أفريقيا ثلاث سنوات افهم ما تحفظش عشان تعرف الدينة ماشية إزاي الخصاص الدينية عندهم خصاص الدينة عبادة تصوير الطبيعية وكانوا دايما بيعملهم قوى الخصب والإنماء أو النماء وكانوا بيصوروا الآلهة في صورة بشرية الآلهة عندهم مشهورة جدا أهم إله إيل أو إيل ده صاحب الكلمة الأولى والأخيرة عندهم بعد ده رب الخصب والنماء تيجي اختياري عشطار ده الوصلة ما بين الفنقين والعراقيين رب الخصب والنماء وده كانت زوجة الإله بعد إدونيس ده القوى المتجددة في الشمس المعابد عندهم كان بيستخدموها في المعبودات وكانت لا تتعدى حجرة واحدة وبدأ تبقى لها حجرات تانية وأصل الفن والعمارة عندهم الفنقين كانوا بيصوروا دايما الخير والشرع عن طريق الإله بعد إله الخير اللي هو عدو إله الموت وكان زي زرسة عندنا كده الحالة التي ما ركز فيها لأن عندك هنا طبقة الطجارة هتبقى في الطبقة العليا هناك في الطبقة الوسطى في العراقيين كان عندهم ثلاث طبقات طبقة العليا الوزير النبلاء الكهنة الطجار طبقة الوسطى المهن أما الطبقة الدنيا زي العراقيين الخدم والعبيد الحياة بقى الثقافية اللي كترت أو في الامتحانات هم دول الاختراع الأبجادية لها الحروف الهجائية كانت عبارة عن 22 حرف واخدينها من أو اقتبصوها من الكترة المصرية وطوروها عشان كده علموا العالم كلها وورصوها لليونان والرومان ووصلت لأوروبا الحديثة كلها وكان الفنوكيين بعملوا كتابة الفنوكية أو الأبجادية لأنها وسيلة ابتقار سريع عشان يسجلوا كل اللي بيبعوه وبيشتروه يعني كان زي عندنا الكتابة الروفية أقدم الكتابات التصويرية بينما الفنوكية أول كتابة وأول استخدام فيها الحروف طب اكتشاف الأبجادية أثرت عليهم كان لها الفضل في نشر الوعي والثقافة في كل أنحاء العالم طب التواصل الثقافي بدأ نعرف عن طريق جبيلة لأننا فيها أصار مصرية عرفنا أن الحكام بتوعنا وصلهم هناك وعرفنا كان فيه تواصل بيننا وبينهم حياتهم الفنية كانوا برعين جدا في فن العمارة طب يثبت لي ايه الدليل قلعوا الحصول إقامة القصور الفخمة بقايا قصر أغاريت لقوا هناك الأعمالة بتاعتهم مزينة بالفضة البقايا المعابد الموجودة الفنونا عندهم كان النقش والنحت كان من أشهر الحاجات اللي هو التوابيت صناعة الحلية كان متقنين جدا في صناعة العقود الخواتم الأحجار السمينة ادها بالكلام ده كله ده اللي حصل عندهم عشان كده الحضارة الفنوكية مشهورة جدا بالحاجات ده كلها بكده احنا انتهينا من الحضارة الفنوكية وعرفنا كل حاجة عن الحضارة الفنوكية بكل ما فيها وكانت سهل جدا الدرس ده وبسيط قوي أي سؤال من ده بيجي ازاي في الامتحان انا سيبه لكم فيه أسفل الفيديو في الحاجات اللي انتم عاوزينها بالأسئلة بالإجابة كل الكلام ده هتلاقوه في طبقنا طبق أجيال الأندلس على متجر بليه وهسيب لكم الرابط أسفل الفيديو عشان ده كده احنا بنتكلم عن حضارة فينوكية وقبل كده كان حضارة العراقية فانتظرونا في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال الأندلس كل جديد وكل أكيد إن شاء الله من أخبار تعليم من مراحل تعليمية من الابتدائي حتى الكلية كل انتم عايزونا تلاقيه في قوام التشغيل عندنا في قناتنا قناة أجيال الأندلس كان معكم مستوى مرزي مؤسسة أجيال الأندلس اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد فعل الجرس وهتنسى حتى يصلك الجميع شعرتونا أول بأول وخلي بالك تطبيقنا موجودة على مدجر بلاي اسمه أجيال الأندلس ياريت دعمنا بتقييمه هيفيدك جدا خاص بكل أسرة المصرية كلها بكل الأسر مش شرط خاص بالتعليم بس هو فيه حاجات كتير جدا هنتظركوا في كل جديد وأكيد ونتظروني في الحلقة القادمة في حضارة اليونان إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة